موسيقى أسعد الله ووقاتكم بكل خير مشاهدين الكرام أهلا بكم إلى نشرة الظهيرة مستهل عرضنا لإخباري بالطلاع وزير الفلاحة والصيدة البحرية والترمية القاروية والمياه والغابات محمد صديقية بمكناس في سيارة ميدانية على التحضيرات واللمسات الأخيرة لتجهيز موقع احتضان الدورة الخامسة عشر من المتقدولي للفلاحة بالمغرب المزمعي تنظيمه ما بين الثاني والسابع من ماي المقبل شيما أباك توافنا بباقي التفاصيل في زيارة خاصة بها وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القاروية والمياه والغابات محمد صديقي موقع احتضان دورة الخامسة عشر من الملتقدولي للفلاحة بالمغرب المزمعي تنظيمه ما بين الثاني والسابع من ماي المقبل اطلع السيد صديقي على التحضيرات وآخر اللمسات التي تم وضعها في هذا الحدث الدولي حضور عالمي وازن ويكون فيه كذلك وفود لكي يقودها وزراء الفلاحة فهي هو واحد الأسبوع اللي غدي يكون غني بورشات ومحاضرات التي تهم عدة مواضيع التي هي آنية فيما يخص السيادة الغذائية ولا تغييرات المناخية وتأقلم للفلاحة هي زيارة شملت مختلف الأروقة والأقطاب والفضاءات المتنوعة للملتقدولي للفلاحة بالمغرب والذي سيضم حوالي 1400 عارض وعارض من 68 دولة مع تسجيل حضور دولي وازن لوزراء الفلاحة نجد العمل لا بالنسبة للعرض اللي غنفوت ان شاء الله 1700 عارض لا بالنسبة للعرض اللي غنفوت في القطب الدولي اللي غنوصله 68 دولة اللي غنشارك هذا العام القطب دي المنتوج المحلي هو ما يقرب 500 تعاونية وستعرف هذه النسخة من الملتقدولي حضور المملكة المتحدة كضيف شرف وهو ما يعكس وفقا للمنظمين تميز العلاقات العتيدة بين الرباط ولندن كما سيوفر للمشاركين فرصة لاكتشاف واستكشاف ثرائي وتنوع الفلاحة البريطانية إلى شانية السوداني حيث أعلن طرف النزاع الموافقة على بدء هدنة جديدة اعتبارا من اليوم لمدة 72 ساعة بعد وساطة قادتها عدة دول على رأسها الولايات المتحدة الأمريكية بقي التفاصيل معك سكينة مسوية يترقب السودانيون اليوم تنفيذ اتفاق لوقف إطلاق النار بين الجيش وقوات الدعم السريع تم التوصل إليه برعاية أمريكية بعد عشرة أيام من المعارك الدامية فشلت معها كل محاولات التهدئة المتحدث باسم الجيش السوداني سرح بأنه بناء على وساطة لوقف القتال وتخفيفا على المواطنين ولدواعي إنسانية وافقت القوات المسلحة على هدنة لمدة ثلاثة أيام ومن جهتها أكدت قوات الدعم السريع موافقتها على الهدنة من أجل فتح ممرات إنسانية وتسهيل حركة المواطنين والمقيمين وتمكينهم من قضاء احتياجاتهم والوصول إلى المستشفيات والمناطق الآمنة وإجلاء البعثات الدبلوماسية وتتواصل عملية إجلاء الرعاية والديبلوماسيين الأجانب من السودان وشملت هذه العمليات دولا مثل الولايات المتحدة وبريطانيا وألمانيا والصين هذا وتستمر العديد من دول العالم في إجلاء مواطنيها من السودان عقب الاشتباكات التي تشهدها البلاد بين الجيش السوداني وقوات الدعم السريع والتي تصل إلى يومها العاشر ومنذ اليوم الأول للقتال تضاعفت الدعوات لوقف إطلاق النار وبدء الحوار حيث قال الأمين العام للأممية المتحدة أنطونيو جوتيريش أمام مجلس الأمن أنه يجب أن يتوقف العنف داعيا مرة أخرى إلى وقف إطلاق النار أنا أحجي في المتابعة إثر التصعيد الذي تشهده السودان دول العالم سارعت في إجلاء رعاياها حيث أفاد مسؤول السياسة الخارجية للاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل أن التكتل تمكن من إجلاء ألف من رعاياه من السودان فيما قامت عدة دول عربية من بينها المغرب ومصر والسعودية والأردن بإجلاء مواطنيها أيضا من جهتها أعلنت الحكومة البريطانية أنها شرعت في تسيير رحلات لإجلاء رعاياها من السودان وذلك بعد ضغوط تعرض لها رئيس الوزراء ريشي سونك من جانبها أعلنت فرنسا عن إغلاق سفارتها في الخرطوم حتى إشعار آخر وأفض الرئيس الفرنسي إمانويل مكرون عن تمكن بلاده من إجلاء 538 شخصا حتى أوكرانيا التي تشهد منذ نحو عام حربا مع روسيا فقد أجلت 138 من رعاياها بينهم 35 امرأة و12 طفلا وفق ما أكدت السلطات في كياب وفي اليوم العاشر من الاشتباكات بين الجيش السوداني وقوات الدعم السريع التي خلفت أكثر من 400 قتيل ونحو 4000 جريحة تغرق البلاد أكثر فأكثر في الفوضى فإلى أين تتجه الأمور؟ في شانية دولية دائما أعلن مسؤول العلاقات الخارجية في الاتحاد الأوروبي جوزيب بوريلا أن وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي سيناقشون تطورات الأوضاع في السودان وعلاقات الاتحاد الأوروبي مع الصين تقرير لشيمة جبران على خلفية الاشتباكات العنيفة الجارية بين القوات المسلحة السودانية وقوات الدعم السريع يناقش مجلس الشؤون الخارجية في الاتحاد الأوروبي الوضع في السودان ومجموعة من القضايا المتعلقة بالأساس بتطورات الأوضاع في أوكرانيا بالإضافة إلى تصلة الضوء على علاقات الاتحاد الأوروبي مع الصين وخلال هذا الاجتماع الذي عقده وزراء خارجية الدول الأعضاء في لوكسنبورغ أكد الممثل الأعلى للسياسة الخارجية والأمنية في الاتحاد جوزيف بوريل على الأهمية الحاسمة للوقف الفوري للأعمال العدائية والعودة إلى المفاوضات الإقليمية مضيفا بأن الوزراء تبادلوا الآراء بشأن الحرب في أوكرانيا لافتا إلى أنه في بداية مناقشات المجلس خاطب وزير خارجية أوكرانيا ديمترو كوليبا الوزراء عبر تقنية الاتصال بالفيديو وأطلعهم على آخر التطورات والأولويات والاحتياجات العسكرية لبلاده خاصة فيما يتعلق بالذخرة والصواريخ وفي اليوم الثاني من زيارته الرسمية لتايوان أكد رئيس جواتيمالا داعم بلاده لتايوان واصفا إياها بالحديف ديبلوماسي المتينة مؤكدا أن جواتيمالا ستعمل على توطيذ هذه العلاقات في كل الميدين أسامة داودي وباقي تفاصيل جواتيمالا تعلن دعمها الكامل لتايوان وأكد رئيس جواتيمالا أليخاندرو جاماتي الثلاثاء دعم بلاده الكامل لتايوان واصفها بأنها حليف ديبلوماسي متين وذلك خلال زيارة قام بها لتايبي جاماتي أكد أن جواتيمالا ستعمل على توطيذ هذه العلاقات في كل الميدين مضيفا أنه يدعم تطلعات تايوان في أن تصبح دولة ذات سيادة مستقلة ومن جهتها أكدت رئيسة تايوان ساي أنغوين عزمها تعميق علاقات التعاون بين البلدين وسعيهما إلى تطوير هذه العلاقات دوليا دائما تعقد تسع دول أوروبية قمة في بلجيكا من أجل تكريس طموحها المشتركة بزيادة قدراتها على صعيد طاقة الرياح في بحر الشمال عشر مرات في تحدي صناعي هائل لتسريع التخلي عن الكربون في القارة الأوروبية وليد حميدي علوي وباقي تفاصيل في تحدي صناعي هائل لتسريع الوصول إلى الحياد الكربوني في القارة الأوروبية عقدت تسع دول أوروبية قمة في بلجيكا من أجل تكريس طموحها المشترك بزيادة قدراتها على صعيد الطاقة الرياحية في بحر الشمال عشر مرات وأعلن رئيس الوزراء البلجيكي أليكساندر ديكرو مطلق المبادرة أن الهدف هو جعل بحر الشمال المصنع الأكثر تماشيا مع البيئة لتوليد الكهرباء في العالم وتهدف الدول إلى تطوير حقول طاقة الرياح ومنشآت الربط والشبكات الصناعية ومشاريع الهيدروجين الأخضر وقال قادة الدول التسعة إن الهدف المشترك على صعيد الطاقة الريحية في بحر الشمال هو إنتاج 120 جيجاوات في 2030 وما لا يقل عن 300 جيجاوات في 2050 وتصل قدرات الإنتاج الحالية مجتمعة إلى حوالي 30 جيجاوات وسيشارك في الاجتماع قادة سبع دول في الاتحاد الأوروبي وهي فرنسا وألمانيا وهولندا وبلجيكا وإيرلندا والدنمارك وليكسونبورغ فضلا عن النرويج والمملكة المتحدة إلى اليمن حيث كشفت دراسة أممية حديثة عن وقوع اليمن في المرتبة الثانية من بين 159 دولة من حيث اللامسواة في التنمية والمرتبة 125 من بين 131 في صلابة الاقتصادية في وقت تتخذ فيه البلاد مصارات مقلقة بسبب الصراع الذي أدى إلى تدهور الوضع الإنمائي الهش التفاصيل معك أسامة العمراني اليمن يحتل المرتبة الثانية عالميا في اللامسواة في التنمية وفقا للدراسة التي أعدتها لجنة الأمم المتحدة الاقتصادية والاجتماعية لغرب آسيا حيث أشارت الدراسة إلى أن البلد يعاني على غرار البلدان الأقل نموا من تدني مستويات التنمية الاجتماعية والاقتصادية وضعف القدرات الإنمائية والتفاوت في الدخل ونقص الموارد المالية المحلية إضافة إلى كونه عرضة للأزمات المتصلة بمعدلات التبادل التجاري الخارجي ويواجه قيودا تعيق التنمية وعدم كفاية ما تتم تعبئته من موارد محلية وانخفاض القدرة على الإدارة الاقتصادية وضعفا في تصميم البرامج وتنفيذها والاعتماد الشديد على التمويل الخارجي وأشارت الدراسة أيضا إلى أن اليمن هو أحد البلدان العربية الخمسة التي تبلغ حصتها من الناتج المحلية الإجمالية العالمي أقل من 2% بينما تبلغ حصتها من التجارة العالمية في السلع نحو 1% رغم أنه يعيش في هذه البلدان حوالي 12% من سكان العالم بسبب حريق اندلع بمقاطعة سانخوسي في الأورغوايا الجار الشرقي للأرجنتين يغطي منذ صباح الأحد دخان رمادي كثيف العاصمة الأرجنتينية بونسايرس والمناطق المحيطة نتعرف على المزيد في سياق التقرير التالي لمراسل إنفاند كاتخ إشام لكحل منذ يومين وسماء مدينة بونسايرس ودواحيها يغطيها دخان رمادي كثيف والسبب حريق اندلع بمقاطعة سانخوسيف بالأورغوايا الجار الشرقي للأرجنتين واستمرت طبقة كثيفة من الدخان في الظهور في سماء العاصمة الأرجنتينية ودواحيها وغطت المباني الشاهقة وحجبت الرؤية بوضوح وأزكمت الأنوف برائحة احتراق شديدة مصارح الأرصاد الجوية الأرجنتينية تقول إن الدخان دفعته الرياح الشرقية مما أثر بشكل أساسي على منطقة العاصمة بونسايرس دون أن يكون لذلك تأثير لحد الآن على مطاري العاصمة الرئيسيين وفي الورقة الرياضية أعلن نادي توتنهام الإنجليزي إقالة مدربه المؤقتة الإيطالي كريستيان ستيليني بعد يوم من الخسارة المذلة بستة أهداف لواحد ضد نيوكاسل يونيتد في الدوري الإنجليزي المتاز بقي التفاصيل معك أسامة داودي أعلن نادي توتنهام الإنجليزية لاثنين إقالة مدربه المؤقتة الإيطالي كريستيان ستيليني بعد يوم من الخسارة المذلة بستة أهداف لواحد ضد نيوكاسل يونيتد في الدوري الإنجليزي الممتاز ونقل النادي عن مالكه دانيال ليفي في بيان أن أداء الفريق اللندني يوم الأحد ضد نيوكاسل غير مقبول على الإطلاق وكان من المؤلم رؤيتها مضيفا أن مساعده راين مايسون سيتولى المهام خلفا لستيليني وكانت إدارة سبيرز قد انفصلت عن كونتي في أواخر مارس الماضي بعد مرور ستة عشر شهرا فقط من وصول الإيطالية بعد التصريح الناري الذي أدلاه عقب التعادل مع ساوت هامتون ويحتل توتنهام المركز الخامس في الدوري وهو على بعد ست نقاط من المركز الرابع ليكون بذلك مهددا بغيابه عن دور أبطال أوروبا الموسم المقبل رياضيا دائما أعلن نادي برشلون الإسباني أنه حصل على التمويل بقيمة 1.6 مليار دولار من عدة مستثمرين للبدء في تجديد ملعب كامبنو وقال برشلون إن أصول النادي لم تستخدم كضمانه ولم تكن هناك حاجة لأخذ رهن عقاري على الملعب ويقف نحو 20 مستثمرا إلى جانب بعض الكينات المالية المرموقة الرئيسية حول العالم وراء التمويل وقال النادي إن التمويل يتعلف من أقصات مختلفة يتم دفعها تدريجيا بهيكل مرنة وفترة سماحة وسيبدأ برشلون في سدادي التمويل بمجرد الانتهاء من أعمال تجديد في الاستاذة حيث جرت زيادة واسعة المقاعد في أكبر ملعب في أوروبا من 99300 إلى 105000 مقعد وبالخبر الرياضي ناسي المشاهدين الكرام إلى نهاية هذا العرض الإخباري نشكر لكم حسنا وطيبة المتبعة أطيب المنا